السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة بعد ان شاء الله اليوم او محاضرة اليوم استكمالا للمحاضرات السابقة بنتكلم ان شاء الله في بيانات او معلومات بسيطة او سهلة بنعرف ان شاء الله نفرق بين ثلاث نجات مهمة رقم واحد كيفية نسخ النص كنترول سي كيفية نقل او قص النص اللي هي كنترول اكس عملية التالتة اللي هي عملية الاضافة اللي هي كنترول في امر اتراجع كنترول زد ايه هي علامة التنسيقات وامتى بتظهر وامتى ازاي اقدر اخفيها وهل هي هيكون لها تأثير معايا ازا ظهرت في عملية الطباعة اخر شيء هنتكلم عليه اليوم اللي هي عملية البحث والاستبدال ازاي ابحث عن نص معين داخل المستند بتاعي وازاي لو حابب استبدل كلمة معينة بكلمة تانية ازاي انفذ العملية دي نبدأ مع بعض موجود مثلا عندي التقرير اللي انا شغال عليه او الملف اللي احنا شغالين عليه من البداية قلنا اول خطوة ازاي اقدر اعمل عملية النسخة او القص او عملية الاضافة عشان اقدر انفذ اي عملية من العمليات التلاتة دول لازم احدد النص الاول واحنا اتفاجنا عشان احدد كلمة ضغطتين بمؤشر الفارة عشان احدد سطر او احدد فقرة ثلاث ضغطات بمؤشر الفارة هنلاحظ هنا وانا مش محدد شيء عملية النسخ وعملية القص مش فعالة اللي هي موجودة عندي هنا احدد النص بتاعي هالجهة تم تفعيلها على طول ممكن استخدم لوحة المفاتية فاختار كنترول سي او استخدم هنا من الصفحة الرئاسية اختار عملية النسخة او القص النسخ ان انا باخد نسخة من النص مع الاحتفاظ بالنص الاصلي اختار نسخ الكتابة دي هتفضل موجودة مكانها ولو جيت مثلا هنا واخترت لازج هيضيف للنص الجديد او نسخة من النص اللي انا نسخته والنسخة الاصلية موجودة في مكانه تمام اتفقنا بعملية النسخة عمل نسخة جديدة من النص بتاعي مع الاحتفاظ بالاصل ازاي بحدده او ازاي بسويه بحدد مثلا النص اللي انا عايز انسخه اختار من هنا عملية النسخ او اختار من لوحة المفاتيح زي ما احنا شايفين بالشاشة زرار كنترول وحرف سي زرار كنترول موجود في الزاوية اسفل يسار او اسفل يمين اختار نسخ اجي بمؤشر الفارة الاول قبل ما اختار اي شي في المكان اللي انا حابب اضيف فيه النص هزر عندي مؤشر الفارة الاول اختار لزج بالجيني الكتابة ما الاحتفاظ بالكتابة الاصلية طيب دي عملية النسخة طيب عملية القص عملية القص دي زي ما اتفاجنا ان هي نجل يبا هنجل نص من مكان الى مكان نجرب كده على الجزئية دي حدد اختار قص النص هيختفي من المكان الاصلي اللي هو فيه اختار قص اختفى هروح للمكان الجديد اختار لزج هيتم اضافة النص بتاعي في المكان الجديد تمام تاني لو انا حابب اتراجع عن الخطوة دي بضغط من لوحة المفاتيح control وحرف الز control وحرف الز كل ضبط على control وحرف الز بترجعني امره للخلف اللي هو امر التراجع او ممكن اضغط عليه من هنا كده تراجع احدد اختار قص اللي هي نجل هتنجل الكتابة من المكان اللي هي موجودة فيه الى المكان الجديد علشان انجل مؤشر الفارة في اي مكان داخل المستند بتاعي ضغطتين يسار بسرعة والفارة بالشكل ده مش بالشكل ده الشكل ده خطأ لو الشكل مؤشر الفارة ده كده خطأ مش هقدر انجل مؤشر الفارة بالعلامة اللي احنا شايفينها دي اوكي تمام ضغطتين بيجي معي مؤشر الفارة اختار لسك او اختار control V تمام اتفاجنا يبقى عملية النسخ بتنجل النسخ من مكان الى مكان بتاخد نسخة منه عملية القص بتنجل الكتابة من مكان الى مكان مع ازالة الكتابة من مكانها الاصلي عملية اللسك باستخدامها في الحالتين اذا كنت هستخدم النسخة او اللسخ امر التراجع اللي هو control Z اضغط هيرجعنا امره للخلف اضغط هيرجعنا امره للخلف كل ضغطة بترجعنا امره للخلف اللي هو control Z دي من الاختصارات المهمة جدا 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 نخلي بالنمان تمام اتفاجنا طيب خلاص عرفنا النسخ واللسك في عندي حية مهمة العلامة دي اللي موجودة عندي دي اللي هي علامة التنسيقات اضغط عليها بتظهر للحيات الغريبة اللي زارت عندي بالشاشة مع كل مسافة بتظهر لعلامة نقطة مع كل ضغطة enter او بنهاية كل فكرة بتظهر للعلامة دي هل انا لو جيت اطبع المستند بتاعي والعلامات دي موجودة هتظهر معا في الطباعة طبعا لا مش هتظهر معانا نهائيا دي بتظهر كده بشكل وهمي يعني اذا ضغط control B طباعة ويجي تنفذ عملية الطباعة او شفنا المعينة اللي هي قبل الطباعة العلامة مش موجودة معانا ارجع للصفحة هلجاها موجودة معانا يبقى علامات التنسيقات اللي هي دي اذا انا ضغطت عليها عن غير قصد وظهرت معايا ومعرفت ازاي اخفيها ما فيش عندي اي مشكلة بس اضغط عليها مرة تانية بتختفي اضغط عليها مرة تانية هتظهر ضغطة بتظهر وضغطة بتختفي تمام التفاجنا اي مشاكل ارجو ان كل شيء يكون واضح طيب خلص احنا خلصنا علامة التبوب دي كلها خلصنا اعدادات الخط بالكامل خلصنا اعدادات الفقرة بالكامل عندي هنا اخر شيء في علامة الصفحة الرئاسية وامره مهم جدا اللي هو عملية البحث اضغط هنا هتظهر لي الاداء او العلامة التبويب او المربع الحواري الخاص بعملية البحث اكتب هنا الكلمة اللي انا عايز ابحث عنها وليكن من اي حرف جر من او اي كلمة فيها الحرفين دول هتظهر عندهم الفقرة الاولى الفقرة التانية اضغط عليها تتحدد هنا على طول الفقرة التالتة الرابعة طبعا هي متحددة هنا باللون الاصفر وهنا يجيب لي كل جملة ومحدد لي فيها الكلمة اللي انا ببحث عنها يجيب لي الجملة كلها هنا ومحدد لي الكلمات هنا داخل الصفحة بالعلامة الصفحة طيب نختار مثلا كلمة تانية نبحث عنها نختار مثلا كلمة الحاسب ظهرت عندي كلمة الحاسب الالي مرتين اضغط هنا هتظهر لي المكان الاول او الوضع الاول او الموضع الاول ومتحدد او الكلمة متحددة بالاصفر اضغط هنا الكلمة التانية او الموضع التاني طيب لو انا حابب اعمل حاجة اسمها استبدال انا ببحث عن كلمة الحاسب عايز اغيرها مثلا لكلمة الحاسوب اكتب حاسوب لو استغطت استبدال كلمة الحاسب دي هيتم ازالتها ويتم اضافة بدلا منها كلمة الحاسوب نجرب كده ونشوف نختار استبدال الكل اغلاق كلمة الحاسب اللي كانت موجودة هنا تم تبدلها كلمة الحاسب اللي هنا تم تبدلها لكلمة الحاسوب نجرب مرة تانية كده استبدال استبدال اختار مثلا كلمة الحاسوب عايزين نبدلها بكلمة مثلا الكمبيوتر نجرب كده عندي هنا كلمة حاسوب وعندي هنا في النهاية برضو كلمة حاسوب اختار استبدال الكل موافق هاجي هنا هلاجي كلمة الكمبيوتر هاجي هنا هلاجي كلمة الكمبيوتر تمام اتفاجنا يبقى عملية البحث بتبحث لي عن كلمة داخل المستند بتاعي عملية الاستبدال بيتم من خلالها استبدال الكلمة اللي أنا ببحث عنها بكلمة جديدة تانية خالص داخل الملف بتاعي او داخل المستند تمام لو انا حابب عندي برضو اختصار مهم جدا لو حابب اعمل تحديد لكل الملفات الموجودة عندي داخل المستند او كل الصفحات داخل المستند عندي بضغط زرار من لوحة المفاتيح اسمه كنترول A بتم تحديد كل شيء داخل الصفحة بتاعتي او بضغط عندي كلمة تحديد تحديد الكل بتم تحديد كل شيء داخل الملف مرفي بتاعي في صفحة او صفحتين او عشر صفحات او اكتر من كده ايا كان عدد الصفحات اضغط من هنا تحديد تحديد الكل بتم تحديد الصفحات عندي بالكامل او بختار من لوحة المفاتيح زرار كنترول وحرف A بتم تحديد الصفحات عندي بالكامل تمام انتفقنا ابحنا عرفنا اليوم الفرج بين النسخ والقص مع اضافة عملية اللاسك عرفنا هي عملية التنسيقات بتظهر معانا وبتخطيثي وعرفنا ان هي مش بتأثر معي في عملية الطبعة حتى لو موجودة عرفنا زي بنفز عملية البحث بنفز عملية الاستبدال ارجو من الجميع اذا في اي شيء مش واضح في علامة تبويب الصفحة الرئيسية يبلغني برسالة على الواتس اوب وانا ان شاء الله برد عليه اذا في اي شيء مش واضح بشرحوا ليه مرة تانية دلوقتي احنا خلصنا علامة تبويب الصفحة الرئيسية دي بالكامل تمام ان شاء الله المحاضرة الجاب نبدأ في قايمة ادراج وندرس كل الاوامر اللي موجودة فيها بعد ما بخلص الشغلي على الملف او المستند بتاعي لازم اختار عملية الحفظ طبعا الاختصار بعملية الحفظ اسمه كنترول اس كده تم حفظ التعدلات اللي احنا سوناها على الملف تمام هيتم ان شاء الله ارفاق الملف دي مع شرح الفيديو عشان نعرف ازاي نعمة على عملية النسخ واللسك وعملية البحث والاستبدال بحيث ان المعلومة تفضل موجودة في ذهنها وان شاء الله ارجو من جميع التوفيق والسداد وما كان من توفيق فمن الله ومن تقدير فمن نفسي ومن الشيطان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته